وكنت بسأله وبقوله بلفت نظره على لفتة نظر حصلت النهاردة رئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيكلم السادة المحافظين وهما بيفتتحوا الكباري اللي موجودة سواء في إينا أو في اسكندرية كان بيلفت نظره اللي موجود وراء حتى طلب إن الكاميرا تعمل زوم وشاف النازلة بتاعته رأس مركز ودي ميزاً يبقى عندك رئيس مركز هو سأل تكلم في نقطاتين في رأيي كان هما الأهم نقطة الأولانية لما تكلم على لازم يبقى فيه حل جديد لموضوع البناء على الأرض الزراعية وللأسف أعتقد أن المسؤولين هياخدوا الكلام ده وهيشتغلوا في حاجة تانية لأن بطبيعة الأشياء الناس اللي في الفلاحين والناس دي عارفة الكلام ده الراجل لازم يبني لولاده هيعمل إيه أنا ما بقولكش يعني ما ينفعش وبعدين التدمير اللي بيحصل للمخالفات أولاً المخالفات تمت والحكومة تحت عين الحكومة وبعدين بتضمر اللي بيتضمر ده ما يتبناش تاني يبقى إذن لازم يبقى فيه حلول إبداعية لكن أنا متصور رسالة ما وصلش للناس اللي بيتضمر ما بيتبناش تاني لا طبعاً ولا بيرجع على رجالاتين في خمسة مليون متر خلال الأربع سنين اللي فاتوا الخمس سنين تم القضاء عليها نسا كنت بكلم أهلين الكرام من يومين على الموضوع ده فيش أن أنت بتيجي تضرب العمود أساساً من تح خلاص وتقف وتسيبه زي المسخ لا منه رجع عرض الزراعية ولا منه بقى مبنى أنت ما بتعمل حلول إبداعية أنت بحكم طبيعة الأشياء وسع الزمان ودي بتشريع مش بقرار بتشريع اللي عاوز يبني تديله فرصة بفلوس حلال تدفع للدولة تتحط في الصندوق السندوق ده سواء هياخد من الموافقات اللي بتديها أو المخالفات اللي انت عملتها قبل كده وتتخذ الفلوس لتصلح بيها أرض أنا لو طلب مني للمتر ألف جنيه هدفع ألف جنيه ليه؟ لأن أنا بدفع عشرين وتلاتين رشوة للجهات الأخرى والكلام ده الدولة عرفاه كلام ده مش مستخاب يعني فالمهم دي كانت ملاحظة حقيقة أتمنى أن تبقى الرسالة تصل بشكل صحيح وتنفس بشكل صحيح وهي تنفسها بتشريع مش بالدراع عشان ما يحصلش صدام مع الناس الحاجة التقلل ملاحظة التانية الكبري اللي نازل أي حد مراكز وبيبص لا يمكن يبقى منزل كبري ده لا يمكن اللي نازل كده وبعدين ياخد كده وياخد كده الحقيقة الكلام شوف أنا أتمنى لا ونده يكلموا التلات مسؤولين يعني يكلم الأول وزير النقل ده المنزل ده مظبوط يبرر وزير النقل وبعدين يروح لللوى كامل الوزير السيد وزير النقل ما احترامي ليه وهو رجل محترم الحقيقة لكن في حاجات كتير غايب عنه كتير نبالح عامل تصريح بان احنا اتفقنا على القطار فائق السرعة اللي لحد الأدنى 250 ألف هو انت عارف تماشي الأطرب و30 كيلو كل يوم عندك حادثة كل يوم عندك حادثة خلص الأول القديم وبعدين بقى دور على فائق السرعة مين مين يعني احنا ياجب ان احنا نبقى ناس عندنا واقع منبررش الأخطاء منبررش الغلط مندورش يعني 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 منزعلش حد خلينا في مرامح هو مش ممكن البناء في كذا اتجاه في نفس الوقت زي ما بيحصل انحنا شغالين في التعليم شغالين في الصحة شغالين في الكهرباء وشغالين في الغاز شوفوا لي نفس الكلام ممكن برضو تصحيح اللي هي تستكى الحديث اقول لك الحاجة انا كنت مستشعر لوزير النقل بالمناسبة يعني الدكتور سعد جيوش الله ما تسيه بالخير وتعاملت لأول مرة في وزارة النقل الراجل ده اللي هو سعد جيوش ممكنش عرفه جاب خمسين حد خبير في كل المجالات اللي بتتماس مع شغل لوزارة النقل وبالمناسبة من اكبر واخطر وزارات مصر اللي ممكن تحقق رقم كبير في اقتصادها هي وزارة النقل جاب خمسين اعملنا ايه قعدنا نتشتغل ست شهور مع مكتب استشاري كبير لمقابل خمسين مستشار عملنا خطة لتحويل وزارة النقل بعد ما كانت وزارة بهيئات خاسرة الى وحدات اقتصادية كل حاجة كان لها حل وتعاملت وبعدين راحت الخطة دي محدش اشتغل بيها بعد ما خلصناها اتناقشت في مجلس الوزراء وافق عليها اتناقشت في لجنة النقل في البرلمان وافق عليها وراحت الخطة اللي تكتب هو اللي النهار ده احنا بنسمعه بيردده كل وزير احنا هنعمل احنا هنعمل كلام ده كان من سنتين وما كانش فيه قروض بالمناسبة معظم المشروعات كانت مع مشاركاء او مستثمرين فاحنا مشكلتنا كده الاخلاص اللي عندنا وما ده فيه فيه في نهاية رمضان فيه تصريح كان الفريق مميش ونبول الكلام على الهواء بقى ان احنا هنعمل هنمضي النهار ده مع مكتب استشاري هو وزير النقل على الدراسة لتطوير المواين كتبت بوسط قلت يا سيادة الفريق يا اي حد في مصر الدراسة دي تعملت ثلاث مرات وبملايين الدولارات وموجودة في حتة في وزارة النقل في الدرج الفلاني يرجع لها كلمني مدير مكتب الفريق مميش قلت له او موجود الكلام ده الدراسات دي موجودة اخرها السنة اللي فاتت ودفوع ملايين تعملت ثلاث مرات هاتوها اشتغلوا بيها حدسوها يا اخي ما يعرفوش هي فين وتعمل العقل هو داعب في التواصل والترابط الداتا دي بصح احنا احنا محتاجين آلية جديدة ترشح وتضرب القيادات في كل مؤسسات مصر يعرف يعني تخطيط استراتيجي يعرف يعني ايه ان هو بيكمل خطة استراتيجية موجودة مش بيفتكس لسه حاجة جديدة يعرف ان في حاجة تبنت احنا بنكمل عليها ما نجيش نفس الشغل بيتعمل يا كمال مرة واثنين وتلاتة ليه على حساب مين لا زمن ولا مجهود ولا فلوس الكلام ده يعني انا متصور ان لو عندك قلية تابعة لرأس الجمهور يعني ان انت مشكلتك في مصر دايما بنرد دولهم مشكلتنا مشكلة ادارة وما حدش بقول يعني ايه مشكلة ادارة مشكلة ادارة يعني يعني انت راجل في الاعلام عندك مشكلة في الاعلام فبتعمل ايه بتعمل مؤتمر وتدعي كل الاعلاميين الفشلة اللي هما خلقوا الازمة عشان يلاقوا حل للازمة لا يمكن طبعا صانع الازمة لا يمكن تراهن على انه يسلهم في حلها اللي بيعمل خطة التغيير الرجال الادارة الرجل اللي بحط الهيكل العزمي لخطة عشان تطلع من ازمتك رجال الادارة الكسه بقى بشريين واوردة ولحم ده انت الجزء الفني طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة